اهلا بحضراتكم من جديد دكتور سامح يمكن نبتدي القصة من البداية كيف عرضت عليك اللجنة الموقتة وليه حضرتك قابلت بهذه المهمة هي الحقيقة هي تعرضت علي في اللجنة وكان قرار اللجنة الأولمبية ان هي تكون من خمس أفراد الخمس أفراد دول كان بأمانة كان الاختيار بيتم عن طريق اللجنة الأولمبية فأنا رفضت الكلام ده وقلت أنا ليه اختياراتي وانتوا ليكم اختياراتي لغاية لما وصلنا ان انا اختار نص المجموعة وهم يختاروا نص المجموعة الخمسة انا اختارت اتنين وهم اختاروا اتنين وبعد كده الحمد لله توصلنا ان احنا الخمسة موجودين وفجأت اللجنة الأولمبية بتقول لا هنخليهم سبعة وانا وقفت على السبعة الاساس برضو ان انا اخد واحد وهم واحد يبقى احنا اختارتنا ثلاثة واللجنة اختارت ثلاثة وبالتالي بكون فيه بالانس يعني طبعا في العراء وكده والحمد لله وصلت المرحلة دي انا ما كذبش عليك انا كنت متردد لسبب تردد الاوضاع في كرة الطائرة كان رهيب عشر سنين كاملين مجالة الدارة بتتحل منتخبات بتاخد للأسف مركز متأخرة يمكن انا كنت في الفين واربعة كنت عود مجلس زارة اتحاد كرة الطائرة ما خسرناش بتقول افريقيا من الفين واربعة لالفين وثمانية اللي هي الفترة كل بتقول افريقيا كنا بناخدها ووصلنا كاسعالم ووصلنا يعني الحمد لله كان فيها مترد جامد لكن التردد اللي حصل بقى في كرة الطائرة بعد كده يتحل مجلس وبعدين جمال جانب مقاطة وبعدين يتعين مجلس وبعدين يتحل ويجي مجلس تاني وبعدين يتحل تاني فالحقيقة كنت متردد بس الحمد لله يعني حاسيت ان المجموع اللي معايا ممكن تعمل حاجة وقبل حددك مطب كبير وطبعا وفاة كابتن جابر عبد العاطي وكمان كان فيه احد المستشارين ما حددك في الليل الضبط المستشار احمد البنة ما كانش اخد مفئة القضاء وبالتالي يعني احمد بنة مجاش وكابتن جابر الله رحمه كان تعبان برضو صحيا فما كانش برضو متواجد قوي فوجهتنا صغوبة يعني وكملت العدد طبعا كملت العدد خمسة بس كمان العدد متأخر لكن كمان احنا اشتغلنا الخمسة اكتر للاوقات بس هو يعني يقال ان العدد برضو كان وليلة كابتن وده كان عرض برضو البعض قرارات لي ممكن لبطلغان او حاجة زي كده او لا ده ما حصلش يعني هل العدد كان قانوني ونسب طبعا لا انا هحكي لحضرتك عشان بالمناسبة حكاية بطلان القرار هو في مجلس ده ده واحد اه ابتل قراراته اه وده لسبب يعني كان اداري وتعد نفس المجلس كما هو اتعد زي ما هو بالزبط بالزبط اه واخد موافقة الوزارة ولجنة العلمية يعني يعني عملته بشكل قانوني مرة تانية بنفس قراراته بنفس كل شيء ما تغيرش في شيء هو المحضر رقم 6 كان تم رفضه وبعدين بتزبط يومين بتزبط عملت جلسة طريقة لاعادة المحضر كما هو مناش انتعرف الجلسة طريقة بتبقى بتناش بند واحد بس صحيح البند الواحد بس كان هو ايه كان هو مجلس ادارة رقم 6 طوامه التطوير هو محضر